طبعا عندما نتحدث عن قضية الأمن في العراق يظل العنوان الرئيسي فيها هو الميليشيات الموالية لإيران والتي تعد أحد أهم أسباب التوتر في البلاد في هذه الفقرة من غرفة الأخبار ينضم إلينا سامي قاسمي سامي مساء الخير هذه الميليشيات كما نعلم أصبحت كثيرة وتتعدد أسماؤها وتشكيلاتها بشكل كبير وتتدخل في الكثير من الأمور شهدنا في الأيام الماضية الفوضى التي حدثت بفعل ما تقوم به هذه الميليشيات مساء الخير مهند بالفعل أصبحت هذه الميليشيات كثيرة بشكل يصعب معه تتبعها ومراقبتها بل إن الفصيل الواحد ينبثق منه فصائل أخرى فرعية وألوية سنحاول في هذا العرض الوقوف على أبرز هذه الأدرع المسلحة تشكل الميليشيات إحدى أدوات إيران في تحقيق أهدافها في عدد من الدول المنطقة وتمول طهران وتدرب وتدعم العديد من الميليشيات في العراق بعضها تابع لها مباشرة وأخرى موالية رغم كثرت وتعدد هذه الميليشيات فأغلبها ينضوي تحت الحشد الشعبي الذي تشكل بناء على الدعوة المرجعية الشعية عام 2014 للتصدي والتطوع لتنظيم داعش بعد اكتساحه لمناطق واسعة من شمال العراق أكبر وأقوى فصائل الحشد هو فيلق بدر الذي شكله هادي العامري ويرتبط بسلة مباشرة مع المرشد الإيراني علي خمنئي من بين مكونات الحشد الكبرى أيضا سرايا السلام والتي تتبع زعيم التيار الصدري مقتدى صدر هي امتداد لجيش المهدي الذي شكله صدر عقب الغزو الأمريكي عام 2003 هناك فصيل آخر كبير وهو ميليشيا عصائب أهل الحق التي أسسها قيس الخزع لعقب انشقاغه عن جيش المهدي هناك أيضا كتائب حزب الله العراقي والتي كان يرأسها أبو مهدي المهندس وتتبع مباشرة للحرس الثوري وتحظى بالدعم والتمويل من طهران من ضمن هذه الجماعات المسلحة أيضا حركة حزب الله النجباء هي ميليشيا منشقة عن عصائب أهل الحق وتنخرط في عمليات مسلحة في سوريا بشكل خاص يوجد أيضا ميليشيا كتائب سيد الشهداء وتزعم أن مهمتها حماية المزارات الشعية حول العالم وتنشط عسكريا في سوريا فضلا عن هذه الميليشيات الكبرى توجد عشرات الفصائل الأصغر نسبيا منها سرايا الخرساني، سرايا الجهاد، البناء، كتائب التيار الرسالي وكتائب الإمام، وصرايا عشرة، وصرايا العتبات، ولواء علي الأكبر، ولواء أبو الفضل العباس، وفرقة العباس القتالية يشكل وجود هذه الميليشيات خاصة تلك التي لم يتم إخضاعها أو ضمها للجيش والقوى الأمنية تحديا أمنيا كبيرا في العراق وسببا لزعزعة الاستقرار كما أن الكثير منها عابر للحدود ويقاتل لصالح إيران في سوريا كما تبعنا مهند تفكيك سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة هو التحدي الأبرز أمام الحكومات العراقية المتعاقبة ويبدو أنه لعقب الكأداء أمام أي رئيس وزراء في النهاية في الخلاصة نحن أمام دولة داخل الدولة كما يقول البعض صحيح مع أن حكومة السيد الكاظمي تحديدا تحاول أن تقوم بشيء ما لمواجهة هذا الانفلات إلا أن محاولاتها مازالت محدودة حتى الآن ويعني لا يمكن القول أنها باءت بالنجاح لأنه هناك الكثير من المحاولات التي فشلت في الفترة الماضية بسبب سطوة هذه الميليشيات السامي بسبب النفوذ الكبير الذي تتمتع به شكرا جزيلا لك السامي